إيه اللي حصل إيه بقى لما قالت صار لو لقيت فكرة البداحة لعدت لوية بوزي بقعد لوية بوزي كتير أو رجلة بتكره لوية البوز؟ آه طبعاً لأن لوية البوز دي بقيت إيه؟ بقيت نداء للاهتمام اللي أنا مش هقوله يعني أنا دلوقتي مش هقولك أنا مالي ومش هقولك إن عيد ميلادي أنا عايزة فيه وردة أو ورد أحمر وأبيض ماشي بس هبينها لك وهقولك إن فيه حاجة مقصة بس هقولها لك إزاي برضو؟ إزاي؟ بلوية بوزي ومع رضاً تحك للحلة وأنا بطبخ؟ مش هقولها بكلمة عادية ما أقوله أنا عايزة وردة أحمر وأبيض وحشة طعمها وحشة لما بتقولها بتبقى نقصة كده وحشة وحشة هي دي المشكلة الكبيرة إنه برغم إن أنا قلتها وأقول لحضرتك حاجة يعني أنا دلوقتي لو قلت لحد إنه أنا محتاج الوقت أو بنبسط بالورد الأحمر والأبيض ومش عارفة إيه وجيه بعد يومين رح عمل مجهود وراح جاب الورد واختار الورد اللي أنا بحبه والأحمر والأبيض ده حلوه أهو في سيربرايز فيه فيه مجهود بالضبط بدل ما هو عايزة ترضى وشة حلو مبتسم 24 ساعة حتى لو هم دقيقة بس في الأول بقى اللي حصل أنا قلت يعني قلت التفصيل اللي أنا بحبه بعد ما قلتها هو هيعمل مجهود ويعمل كلي طب لو قلنا مرة واضطرنا نقول كل مرة دي مش ده موت قيل طبعا طبعا مش زودتها بقى بالضبط فهي حصل بقى إيه يعني قول كم مرة مرة واحدة حلوة واقول مرة واحدة أنا بحب ما بحبش الورد اه أنا بحبش الورد هتشاورمي بالضبط ولا أول رجالة كده اه فهي تقوله ايه ده أنا بجيب لك ورد وشوكولاتة وبتاع فالنهم أنا ما بحبش الحاجات دي أنا بحب أكل حلو اه برافو عليه الرجل عامل فهو آل خلاص فهي تفضل مصرة لأ ده الورد هو اللي أحلى وهو الرومانسي وهو الجميل ايه بس هو بالنسبالك هو الجميل وحلو اه يعني كل طرف في العلاقة مش زي ما صارها بتعمل انه أنا عايزة أخنقه وأحبه بطريقتي بطريقتي أحبه بطريقته هو هو بيحب الورد هتيله ورد بالضبط اه هو بيحب كذا نعمل كذا هي بالحب كذا يعني صارها بتخنق بالضبط بتهجم ومش بتحب يعني هي مش بتحب إياد ولا التلاتة كلهم على بعض ولا إياد اه مش إياد ده التالت التالت ايوه ليه يعني العلاقات اللي احنا بنفهمه من العلاقات أو بنشوفه في مجتمعنا والمفاهيم اللي مشهم والحرك بتتكلم زي المجتمع يكون ظروفه مناسبة فأنا بحبه بعقلي الأول بعد كده اللي اتنين ما ينفعش معي ما فيه حب ظروفه مش مناسبة ومستمر وده غلط يا عمي ليه يا دكتور انت جدت بوضنا اندسبق بوص هقولك ده الناس بس كبان ما هو ما هو دي فكرة بالوقت العلاقات احنا بنحاول بنحاول تكون مريح علينا قدر الإمكان والاتنين اللي بيحبوا بعض بيحبوا بعض عشان يتعبوا ويفضلوا يتعذبوا ولا عشان يبقوا منتجين أكتر بالعكس عشان يبقوا منتجين أكتر ومنتحين أكتر حلو جدا فهنا دلوقتي حبيت حد الحد ده خلصت أقلمنا على بعض وظروفنا مناسبة لبعض حلو جدا هنبقى منتجين ان شاء الله مع بعض أو حتى في الخناءات بالضبط شكرا لك مفيش علاقة في الدنيا حتى أفضلها مفيهاش خلافات واخناءات واختلافات بيننا وبنبعض